سلام عليكم خوتي و اخوتي و اشتركوا في القناة اليوم نصفة جديدة بعد ثاني بمطبخ قناة الزهوض العرضي يوم و اشتركوا معكم ديار الحمد نضيف نضيف زين نضيف سوف نقلي على خاطره سوف نقوم بقلعه بنزال معمر بالروز و الففلاء حلوة معمره بالروز سوف نقوم بقلعه ان شاء الله تتابعون معي الفيديو مرحلة ومرحلة ان شاء الله لدينا البصلان معمره نطبقهم 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 تاختيار تختلع معمره وكرافز واخلي الطازين دياليك تقلع على خاصة المصلة هي طاحت تقلعت مزيان واحد المعلومة نديرو الكرافز والعدنوس يتقلن على الحم يعطي واحد واحد الرائحة زوينا تسميها من البعد هذا هنتقلو المرحلة اخرى وهي دفو ماتيشة لو عندنا ماتيشة دوائر قطع واحد وجود ماتيشة صغر قطع دوائر ماتيشة على تشكل تقلع من مائلات الحمادة لنضبش يعطيه نكهة بيتل الدق يعني تيجي عادي تجربوه ودي عادي كومات تاجين على تشكل دفو ماتيشة 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 ننتقلو لمرحلة الروز هنا روز سرقته من السلقة يبقى قصح ماتيشة يبرد عندي واحد عندي هنا بنجال خويته انتوا بك تشوفوا الحبه بنجال خويتها عندي في الفلاء خاوية عندي قلب بنجال نسمح تجربوه لذي نخلط به الروز هالحشو عندي هنا التوابل عندي الزعتر عندي في الفلاء ونضيف الفلاء ونضيف التوابل نخلطه ببعلا بركة الله ونضيف الحشو ونضيف التوابل نضيف الروز ونضيف ونضيف الدنجال تقضيها على حساب الرز تقضيها 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 ونضيف ونضيف مات مات يخلطها يخلطها تقضيها ونضيف 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 حساب الرز ونضيف ونضيف حساب الرز ونضيف ونضيف من النضيف ونضيف ونضيف نضيف لقيت الماء أمرت فلفلاء بالروز وتنزلتها سوف ندفق ندفق طريقة ندفق ندفق حمض ندفق 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 بلاستار طاجين ها هو استفناء هذه هي الطريقة و ندفق 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 ندفقا تأتي بخاطره سنجعل نهاية نهاية تجربة الطازينة تجربة الجرائية والعائل والريحة كضعيفية تبارك الله من البيت تشمره لها باركتي لتلتك تقديم نهاية إن شاء الله سيبقى الطازين طبق دينا ووجد نضيف له زيت ديال الزيتون شوية وشهية طيبة وإلى فيديو قادم إن شاء الله وكنتمنى إن شاء الله تصابوا بحالة الطازين هذا الجلديد ورائع وممتاز إلى فيديو قادم إن شاء الله وتبارك الله لكم وشكرا على المشاهدة